السلام عليكم احمد الله وبركاته جوجل بيخليك ترتب الدروس والمحاضرات مع طلبة فانت تقدر تجي هنا تعمل create اولا تدوسنا عن الزيت بيقولك join class يبقى انت هتنضم الكلاس الموجود فعلا او انت هتبقى الطالب في الكلاس دوت بس لازم يديك ال class code طيب لو انا هعمل create اللي كلاس جديت بلو انا قاربت الانتفاقية لو انا قاربت على حاجة بلو انا قاربت الانتفاقية بلو انا قاربت الانتفاقية الانتفاقية الموضوع الانتفاقية الانتفاقية اي غرفة مثلا طيب create هو ابدأ يعمل لك create تقدر بقى تحط المحاضرات تقدر تحط الفيديوهاز تقدر تطرح الاسئلة على الطلبة تقدر تخلي فيه متحانات موجودة بس براها على الطلبة عشان يدعولك بعد كده بيقولك ان انت دار تكتب هنا اي حاجة انت عايزها زي فكرة الفيسبوك بالضبط اذا انت عايز كل الطلبة او طلبة معينين اهم حاجة كود دوت ده اهم حاجة اللي اعتبعته في الطلبة ويقدروا يعملوا جيد لكلاس بتاعك هنا بيقولك تختار في شكل معين فبتقدر تختار بقى الشكل اللي انت عايزه في اشكال كتير موجودة تقدر ترفع صورة تقدر تجي هنا في تقدر تعمل تقدر تحط اسئلة هتظهر عند الناس كلها هتقدر تقول لهم مثلا ما عايز اعمل اسئلة هتحط اسئلة وتحط اختيارات وتبدأ تظهر معهم تقدر تشوف هنا البيبول المنضمين طبعا لسا نفيش حد انضم بتقدر تراجع الحاجات اللي هتجيرك من الطلبة ان شاء الله فزي ما شايف سهل جدا ان انت تنظم الكورس بتاعك او الفصل بشكل استرادي وانلاين ومن غير ما الناس تحضر وتقدر تاخد غياب زي ما انت عايز تقدر حطو الفيديوهات اللي انت عايزها مثلا من اليوتيوب